من المبارح بالليل والدنيا حرفياً مقلوبة في إسرائيل وكل الناس قاعدين مرعوبين من رد فعل مصر على اللي حصل على الحدود ورغم أن إسرائيل طلعت بسرعة وأعلنت اعتذارها وأسفها عن اللي حصل لكن ده مش بخلي الإسرائيليين عافين يناموا خوفاً من رد فعل مصر واللي زود من خوف وحيرة شعب إسرائيل أن بيان المتحدث العسكري المصري نقل للأسف الإسرائيلي لكن ما جابش صيرت قبول الاعتذار من عدمه وأكد أن السلطات المصرية بتحقق في ملابسات الواقعة الاسرائيليين عارفين كويس موقف الرئيس السيسي من العدوان على قزة وعارفين أن مصر مؤيدة ودعمة لحقوق الشعب الفلسطيني في الدفاع عن أراضيه ضد الكيانة المحتل ومصر أعلنت ده بوضوح للعالم كله وعشان كده إسرائيل ما بتعملش حساب لأي دولة غير لمصر وأجهزة الاستخبارات الإسرائيلية ومراكز الأبحاث هناك بتركز كل شغلها على مصر وعلى أي تحرك أو قرار يصدره السيسي ومصر في الملف ده واضحة جدا وعندها مجموعة من الخطوط الحمرة ومن أول يوم اشتعال الأوضاع يوم 7 أكتوبر اللي فات ومصر تحركت وبتحاول بكل الطرق تقدم الدعم والمسندة لإخواتنا في غزة لرفع المعاناة الإنسانية اللي بيعيشها كل سكان القطاع مع استمرار حرب الإبادة اللي بيمارسها جنود الاحتلال كل يوم ولما إسرائيل رفضت تدخل المساعدات الإنسانية لقطاع غزة مصر كمان ربطت فتح المعبر وإخراق حامل الجنسية الأمريكية إلا بعد إدخال المساعدات وقتها طلع مصدر سيادي وأعلم أن مصر مش هتفتح المعبر إلا في إطار اتفاق أشمل لتقديم المساعدات لأهالي غزة وقال كمان أن التصعيد سيقابل بالتصعيد الجملة الأخيرة دي تحديدا عملت حالة من الرعب في إسرائيل لأن مصر الأول مرة من فترة طويلة تتكلم بلغة حادة وتهدف بالتصعيد لو حصل تجاوزات من الجانب الإسرائيلي وبعد تعامل شديد وفقت على فتح المعبر وعلى دخول جزء من المساعدات لأهالي غزة وده حصل بسبب موقف مصر القوي وإسرارها عليه طب ليه الإسرائيليين خايفين من رد فعل السيسي؟ الرئيس السيسي من القادة لما بيتكلم مش كتير خصوصا لما يتعلق الأمر بالأمن القومي وكلنا شفنا في الأزمة الليبية لما طلع وأعلن عن خط أحمر غير مسموح بتجاوزه إزاي الأمور استقرد لأن جيش مصر ما بيهزرش إنما إذا كان يعتقد البعض أنه يستطيع أن يتجاوز الخط سيرت الجفرة ده أمر بالنسبة لنا خط أحمر والإسرائيليين أكتر ناس في العالم عارفين الحقيقة دي وأكتر ناس الجيش المصري لقنهم درس الصعب ينسوه في حرب 73 وعشان كده إسرائيل ممكن تتعالى وتتجاهل أي دولة في المنطقة إلا مصر وعطت كبير من مراكز الأبحاث الإسرائيلية بدأوا يتكلموا عن خطورة اللي حصل من الجانب الإسرائيلي وطلبوا بمنع استفزاز مصر بأي شكل من الأشكال وحذروا القيادات عندهم من رد فعل مصر على أي تصعيد خصوصا أن الرئيس السيسي ما بيها الضرش أنا أشرف أشرف وإلى اللقاء